امر الجيش الاسرائيلي السكان 23 قرية في جنوب لبنان السبت باخلاء منازلهم على الفور والتوجه الى مناطق شمال نهر الاولي وعدم التوجه نحو الجنوب مشيرا الى ان القتال ما يزال متواصنا في المنطقة فيما حذر من العودة الى المنازل حتى اشعار اخر الامر الذي صدر عبر بيان عسكري شامل قرى في جنوب لبنان كانت اهدافا لهجمات اسرائيلية في الاوينة الاخيرة والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية مصادر ميدانية افادت بشن الجيش الاسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان صباح السبت مستهدفا اطراف بلدة زفتة في قضاء النبطية وبلدة الغسانية في قضاء صيدة وبلدة الخيام في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وسهل الخيام وبلدتي ميس الجبل ومحبيب في الجنوب من جانب اعلن حزب الله اللبناني في بيان قصف قاعدة عسكرية ومصنع المواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا برشقة صاروخية بالاضافة لاستهداف مواقع عسكرية اسرائيلية في الجليل الاعلى والجولان السوري المحتل مضيفا ان الهجمات حققت اصابات مباشرة جاء ذلك في وقت افادت وسائل اعلام لبنانية بشن طيران الاسرائيلي غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مباني سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت بالاضافة الى عدة بلدات وقرى في جنوب البلاد وشرقها مضيفا نقلا عن مصادر طبية في وزارة الصحة ان الغارات اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص في بلدة البسارية في الجنوب وخمسة اشخاص واصابة اخرين في بعلبك شرقي البلاد من جهة اخرى نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر عسكرية انه تم رصد طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان في وقت متأخر من مساء الجمعة مضيفا ان الجيش اعترض واحدة بينما سقطت الثانية في مدينة هرتسيليا شمال تل ابيب ما اسفل عن خسائر مادية كما اشارت المصادر الى ان الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت عددا من الصواريخ التي اطلق حزب الله من جنوب لبنان باتجاه حيفا وخليج عكا والجليل الاعلى وعدد من المستوطنات في الشمال دون الاشارة الى سقوط خسائر بشرية